على محمد الوالي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة قصيرة لكن فيها موعظة يقول يومنا العيام يقول تاجر يقول هذا التاجر يجلب العسل لأحد القراءة المطلة على البحر يقول تلزم الناس سرع وكل واحد ياخذ حصة من هاي الصدقة هذا التاجر يقول يجيب العسل صدق للناس فيقول أكو مريه مسكينة فقيرة يقول جابت لها كوب صغير قالت لهم ليه ليه بالعسل صدق علي أنا بالعسل قال لها لا أنا ما راح أضيش هذا الكوب ما عمليش يا هذا الكوب أمر واحد من العمال مالته قال له تودي البرميل وتوصل البيت هاي الفقيرة يقول أحد الناس قال له قال له يا حضرات التاجر طلبتك كوب وطيتها برميل واحنا نصر صبح نيجاي ما جاي تطيني قال لي أنا هاي المريه طلبت حسب حاجتها وأنا اضطيتها حسب حاجتي فالحكمة فيها الله سبحانه وتعالى إحنا إذا نريد من عنده شي حسب مقدراتنا إذا نريد نطلبه نطلبه حسب حاجتنا هو راح يكرمنا حسب حاجته تشوف كثير من الناس وكثير من أهل الدنيا تشوفهم الناس يرقضون ويلهط ورد الدنيا وخابص روحه صدقني اترك الدنيا اترك الدنيا وهي واحدة تجيك إحنا ما نقللك لا تروح تشتغل ولا نقللك لا تروح تعمل ولا نقللك لكن الرزق الحلال أهم شيء أهم شيء الرزق الحلال أسباح الصبح برزقك بالحلال وأمس مسيتك أيضا بالرزق الحلال وهذه الله سبحانه وتعالى إلك فيها موعظة وإلك فيها حكمة وأيام الدنيا أيام معدودة بخلصانة لا تسوين فلا تدمس روحك ولا تلوث روحك بالحرام لا تنسونا بأفضل الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته